اشتركوا في القناة الاهلي كابتن ماهر همام وكابتن مصر والنادي الاهلي وكابتن فوز سكوتي نتحدث فيه حاجات كتيرة جدا خاصة بالاستعدادات الفنية والعامل النفسي بالنسبة للنادي الاهلي وايضا اطلالة على ابرز السي فيهات للمدرب الاجنبي اللي هيقود النادي الاهلي في المرحلة المقبلة ايضا عايز اقول لحضراتكو ان غدا ان شاء الله هنكون مع حضراتكو من الساعة 9 واستوديو تحليلي عشان لقاء الاهلي والمصري اخر لقاءات الدور المصري هذا الموسم 2017-2018 موسم الارقام القاسية بالنسبة للنادي الاهلي وهنكون مع حضراتكو طوال فترة شهر رمضان من ابتداء من يوم الاثنين المقبل بإذن الله يوميا من الساعة 10 حيكون عندنا اطلالة ايضا اخبارية على كل ما يحدث داخل وخارج النادي الاهلي وايضا في الرياضة العالمية عشان نكون مع حضراتكو لحظة بلحظة طوال هذا الشهر في البداية حابب اتكلم مع حضراتكو ايضا في امر مهم جدا وهو دخول النادي الاهلي لقاء الغد والاحداث الاخيرة ورحيل كابتل حسان بدري واحد من افضل المدربين افضل المدرب مصري هذا العام والموسم الماضي ايضا وافضل المدرب من حيث الارقام ومن حيث كل الحاجات والمعطيات اللي حققها الصراحة وبنشكره شكر كبير على ما فعلوا في اطوال الفترة السابقة خاصة حقق العديد من الارقام وايضا بالاضافة الى الارقام كان عنده مرحلة احلال وتقديم والتجديد بالنسبة لدماء فريق كرة القدم ودي من اصعب الحاجات اللي موجودة في كرة القدم والبطولات اللي قدر ان هو يحققها اتنين بطولة دوري بطولة كاس مصر واحدة بطولة سوبر وصول الى نهائي فاينال دوري ابطال افريقيا ودي من الحاجات اللي مش اي حد يقدر يعملها خاصة ان الموسم الماضي وهذا الموسم تلاحم كاس الامم الافريقية وتصفات كاس عالم بتلعمتش كل تلات ايام ما في شراحة عندك بطولة عربية كل هذه الامور بجهازه الفني كابتل حسان بدري صراحة عمل موسم اكثر او مواسم اكثر من ممتازة من ضمن المعطيات وضمن الانجازات ما تم انجازه صراحة اكثر من ممتاز بنرفع له صراحة كفاد الاجادة وبنفس الامر بنشكره شكرا جزيلا على هذه الفترة ولكن هذه هي كرة القدم ونتكلم مع ضيوفنا في العديد من الامور خاصة بما حققه كابتل حسان البدري في هذا الموسم نبتدى نخش فيه اخبارنا النهاردة مجلس ادارة النادي الاهلي هاجتمع ان شاء الله مساء يوم الاثنين سيد محمد مرجان مدير التنفيذ النادي الاهلي تحدث عن ان الكابتل محمول خطيب سوف يعقد اجتماعا في التاسعة ونصف مساء بعد غد الاثنين بوقار النادي الاهلي بالجزيرة من اجل مناقشة عدد من الملفات الخاصة قطاعات النادي المختلفة واستعراض خطة التطوير مقار النادي بالجزيرة وفرعي مدية نصر والشيخ زياد هذا بخلاف عدد من الامور الادارية الخاصة بالنادي مجلس دارة بهذا الشأن وفي الفترة المقبلة هيبقى في العديد من الاجتماعات عشان في العديد من الملفات التي يجب ان يتم انجاز عندك ملف تطوير من الناحية الانشائية عندك ملف كرة القدم اللي هنتكلم عليه في خبارنا الاخر وهو ان لجنة الكرة بتحدد ست مدربين عشان اختيار المدير الفني في الاهلي دايما اصعب مهمة اللي الناس بتقول عليها اسهل مهم ناس كلها تقول لك اسهل مدير الفني هو اللي بيمسك النادي الاهلي كلام ده غير صحيح بالمر انك عشان تمسك النادي الاهلي لازم تكون قد النادي الاهلي من الناحية الفنية مش اي مدرب يقدر يسيطر عن النجوم مش اي مدرب يقدر يلعب الكرة هجومية النادي الاهلي من 1907 حتى الان له استراتيجية واحدة احنا فرقة بتهاجم فرقة بتلعب كرة هجومية كرة متطورة كرة حديثة ولازم تحقق بطولات مش أي مدرب يقدر يعمل المعادلة كده بهذا الأمر عشان كده على طوال 111 سنة هتلاقي أن ترمومتر الكرة المصرية موجود في النادي الأهل على مدار السنين ودخول مستر كوتي ومستر فيسا في السبعينات مستر فيسا في التممينات وكابتن محمود الجهري وأيضا العديد من الأمور استخدام منوال جوزيه بعد منوال جوزيه عندك بيسيرو جاريدو ووصولا إلى الكابتن حسان البدري مع الناس اللي موجودة طبعا فيه خلال هذه الفترة الزمانية فترة كبيرة جدا تلاقي دائما النادي الأهلي في طريقة لعبه سابق العصر سابق أوانه سابق اللي حواليه يعني أول فرقة لعبة 442 في مصر ماش فرقة حراسة وحضوه عشان فيه ناس برضو بكرر الموضوع ده النادي الأهلي خد الدوري في موسم 93-94 بألان هاريس وكان مدير فني إنجليزي كان شغال في برسولونا وكانت فرقة طريقة 442 خلاص طلعت وهي السيدة في العالم من الأهلي خد الدوري وكسب الإسماعيل في ماتش فايصل بأربع أداف مقابل ثلاثة في هذا الموسم خلالي نتكلم إن لجنة الكوري نقشت برئاسة تابعا كابتا محمول خطيف في اجتماعها اللي جارة بعد ظهر اليوم استمر لقيت ساعة السيرة الزاتية العديد من المدربين الأجانب المميزين لتولي أي منهم مهمة الفريق أو لقرة القدم خلال الفترة القادمة وبعد مدولات استقارت اللجنة على ستة مدربين هم الأرجنتيني أو واحد أرجنتيني بورتغالي برازيلي وهولندي والسربي والشيكي وأبدت اللجنة رضاها عما تضمنته السيرة الزاتية لهؤلاء المدربين خاصة وإن كان هناك تركيز على أن يكون المدير فني الأهلي من أصحاب المستوى المتميز والسيرة الزاتية اللي تشهد على نجاحه وهذا وبدأت اللجنة في فتح قنوات التفاوض مع هؤلاء المدربين نفقا لترتيب الذي وضعته على أن يتم إنجاز هذا الأمر بص عليه ودكويس هتوب لأ أنت لازم تشوف الفلسفة بتاعته إيه النادي الأهلي له فلسفة خاصة ما نفعش مع النادي الأهلي مدرب بصيغة دفاعية مش هتنفع مع أنه صعب هذا لم تتغير فبناء على هذه الأمور حينقشوا لجنة الكرة السيفيهات مع الفلسفة أو طريقة اللعب الرجل بيلعب أنه كرة حيقدم أنه مستوى ملفه إيه إيه المشروع اللي عايزي أقدمه مع النادي الأهلي الموضوع ما هواش مجرد أن أنا بشوف سيفي وخلاص لازم يبقى فيه عدة ملاحظات ويبقى فيه تدقيق شديد جدا من قبل لجنة الكرة فيه النادي الأهلي طبعا برئاس كابتن محمود الخطيب ومعك كابتن عزيزي عب شافي المدير الرياضي كابتن علاء أب صادق كابتن علاء ما يهوب وهذه الأمور اللي موجودة في لجنة الكرة بيتم دراسة كل شيء بمنتهى الدقة شان الاختيار يكون مناسب مش أي حد أول حركه يصلح أن يكون مدرب النادي الأهلي في مقولة بتتقال أن أي حد يمسك الأهلي ياخد بطولة الكلام ده مصحيح ممكن ناس كتير تمسك النادي الأهلي ولكن مش أي حد يقدر يصنع تاريخ لأن كل واحد عنده اللي قبله خد بطولاته ولكن أن أنت تكمل في أنك تاخد البطولات ده أصعب بكتير جدا نتكلم مع موضوع النادي الأهلي ولكن هذه المرة فيه موضوع الإنشاءات النادي الأهلي بيكسف العمل أنت أقمن تشتيب مدرج الكرة في ملعب التتش وأن سمح علي كامل والمستشار الهندسي للنادي قال أنه عملت تشتيب بمدرج ملعب الكرة الجديد بدأت بالفعل وكان في منتهى الأهمية أن هذا الأمر يحدث لأن في بعض الأوقات بيبقى عندك تبرينات فيها جمهور وانت في فترة اللي فاتت فيه فترة من الفترات في بطولة أفريقيا العام الماضي النادي الأهلي لغى التمرين لأن العدد زيادة والمدرج لا يسمع ما يقدرش يستوعب هذا العدد من الجماهير والإنشاءات اللي فيه أو الموضوع الهندسي اللي فيه ما يقدرش يتحمل فممكن يبقى فيه لا يحمد عقباء فالنادي الأهلي لغى التمرين عشان الناس تنزل من على المدرج دلوقتي هذا المدرج هيتم ترميمه هيتم إنشاؤه مرة أخرى بشكل يكون جميل وشكل يكون مبهج لجماهير النادي الأهلي إنك تشوف ملعب التتش ده علامة خاصة مع جمهور النادي الأهلي مع لعبة النادي الأهلي مهما يتمرنه في أي مكان هو في هذا الملعب فيه ارتباط شديد جدا أضاف نعمال التشتيب هتتضمن أيضا غرفة الملابس والجيم والعيادة الطبية ومعمل التحليل وفندق اللاعبين ومكاتب الإدارية الخاصة بكل العاملين طبعا الإداريين اللي موجود وقتها على الكرة وقاعة المؤتمرات الصحفية عشر لما يصبق يمثل مرحلة الأولى من التشتيب عايز أقول لحركه أن النادي الأهلي في هذا الأمر موضوع بقى وجود الأماكن طبعا الجيم وأيضا موضوع أنه عندك عيدات للعبين وأماكن اللعبين ياخدوا فيها راحتهم اللي هو الفندق كل هذا الأمر في الممتهى الأهمية لأن أنت دلوقتي عندك قايمة كبيرة العبة بتبقى على قد ما يقدروا بيقضوا اليوم الكامل داخل النادي فلازم يكون فيه مكان مناسب ولكن النادي الحمد لله عنده هذا الأمر ودايما هو صباق في هذه الأمور خلينا نخش بقى فيه أخبار فريق الكرة وكابتن ساد عب حفيز بيقول النادي الأهلي جاهز لمواجهة المصر لغبة الإصابات والغيابات ويعني صراحة النادي الأهلي عنده كمية غيابات كتير أول قبل لقاء الغد يعني لو ذكرناه كده لحضراتكم أنا كنت كتبها كده في ورقة وممكن كده أقول لحركة عندك محمد الشناوي وعندك أحمد فتحي وعندك مروان وعندك طبعا أزارو وعندك أجايي وعندك محمد هاني وعندك وليد سليون وعندك العديد والعديد من النجوم للأسف مش هيكونوا موجودين غدا فالنادي الأهلي طبعا كابتن أحمد أيوب المدير الفني الله يكون فعون الله يكون فعون وعنده مهمة صعبة للغاية غدا ولكن يعني النادي الأهلي بما الحضر اللقاء النادي المصر طبعا فرقة محترمة في الصيغة الفنية لكن أيضا عندك باقة حيغيب عن المباراة لأيضا أسبابا هقول لك أحمد فتحي أيزارو أجاي معلول سعد سمير وباقة ومروان محسن دول بشكل نهائي مش هيكونوا موجودين ميدو جابر وليد سليمان ومحمد نجيب لسه في شك انت كده بتتكلم على قوام لمنتخب مش بس فرقة دول اللي حيكونوا بعيدا عن لقاء غدا لأمام النادي المصري هو المطش آخر الدوري المطش تحصيل حاصل بالنسبة لفرقة ولكن بالنسبة لنادي الأهلي في موصلة الانتصارات ما هواش تحصيل حاصل النادي الأهلي يسعى في أي مباراة للفوز بالنقاط عشان ياخد الثلاث نقاط كابتن أحمد أيوب عمل جلسة مع اللعيبة وتحدث فيها عن حرص الجهاز الفني طبعا على الفوز بهذه المباراة ونهاء الموسم بشكل جيد للحفاظ على الصورة اللي ظهروا عليها جميعا على مدار موسم شاق وصعب وقال كابتن أحمد أيوب أن المباراة مش هيكون لها تأثير على ترتيب الفرقين في الجدوة الأهوة لكن النادي الأهلي عايز يكسر فارق النقاط لأنه عنده 88 نقطة ولو كسب غدا يتسع بشكل كبير جدا الفارق وهي حقق رقم قياسي في أكثر الأندية حصولا على النقاط لأن نادي الأهلي عنده 27 فوز لو كسب حيبقى 28 هو كسر رقم نادي الزمالك 26 فوز كان عمله 74 و الزمالك عمله في 2014 2015 وأيضا الأهلي قصر موضوع رقم نادي الترسانة 73 هدف وأحرز الترسانة 71 هدف كان 63 64 هذا الموسم نادي الأهلي أحرز 73 هدف بكرا إن شاء الله نادي الأهلي يفوز يصل إلى النقطة 88 ويقصر رقم القياسي بأعلى عدد النقاط كان نادي الزمالك عمله 2014 2015 ولكن الدوري ساعتها كان عشرين فريق فكل هذي الأمور في دهن الكابتن أحمد أيوب وكابتن أحمد أيوب بنفس صيغة الكابتن حسام البدري بنفس طريقة التفكير بنفس الشغل بنفس كل الأمور الفنية فمش بعيد فالأمر غدا في الزل الغيابات سيبقى صعب ولكن العامل النفسي عامل مهم جدا وأيضا هتطرق إليه مع نجومنا الكبار ونتحدث على موضوع العامل النفسي إزاي يقدر يجد الدوافع على عيبة الندي الآلي أنهم يحققوا إنجاز كبير بالنسبة لهم في قصر عدد النقاط طيب احنا معنا أدهم مراسل القناة الندي الآلي